موسيقى حرب التصريحات عادت من جديد بين المغرب وجبهة البوليساريو السبب مؤتمر تعقده الجبهة غدا في أراض تعتبرها الحكومة المغربية منطقة عازلة وعليه دعت الأمم المتحدة إلى التدخل وقال ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى المين العام بن كيمون إن هذا الأمر يعتبر خرقا خطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار البوقع عام 1991 وخطوة استفزازية تهدد السلم والاستقرار في المنطقة ملف الصحراء الغربية يتحدث عن احتمال نشوب الحرب فيما هو يبحث عن طريق للسلام تلك هي المفارقة التي صنعها مؤتمر البوليساريو قبل أن تنطلق أشغاله الجمعة حدث سياسي اعتادت الجبهة الساعية لاستقلال الصحراء الغربية تنظيمه كل ثلاث أو أربع سنوات غير أن تصريحات بعض زعمائها أعطته أبعاد أخرى تستحق التأمل فالمؤتمر يستبق جولة أخرى مرتقبة للتفاوض المباشر بين الجبهة والحكومة المغربية في ضواحي نيويورك لتحريك عملية السلام نجحت الأمم المتحدة في فرض وقف إطلاق نار سنة 1991 منهية حربا ألقت بذلالها على المنطقة المغاربية لكنها لم تستطع استكمال هذا الإنجاز بسلام دائم ومقبول من الجميع بقيت الهوة شاسعة بين الرباط المتمسكة بما تره وحدة ترابية للمملكة غير قابلة للمساس مخترحة في المقابل الحكم الذاتية بديلا عن حلم الاستقلال الذي طالما راود قادة ومقاتلي البوليساريو بدعم قوي من الجزائر حتى فكرة الاستفتاء التي قبل بها الخسمان اصطدمت بخلافهم العميق حول من يحق له التصويت فأصاب الجمود خطة السلام الأممية لسنوات متتالية تحدث أحد قادة البوليساريو عن استراتيجية جديدة تفكر جبهته في انتهاجها حيال عجز آلية التفاوض عن تحقيق المطلوب وهي الرسالة التي فهمها المغرب جيدا على ما يبدو اعتبرت الحكومة المغربية المؤتمر فاقدا للشرعية لكونها حسب رأيها يعقد في منطقة عازلة من زوعة السلاح وهي المنطقة التي تعتبرها البوليساريو أراضي محررة حرب كلامية يستمع المجتمع الدولي إلى طبول الحرب تدق فيها مستبقة جولة تفاوضية مصيرية كان من المفترض حسب الكثيرين أن تستبقها لغة مختلفة تماما ومعنا في هذه الحلقة من مدريد لحبيب بريكا سفير جبهة البوليساريو لدى الاتحاد الافريقي ومعنا من الرباط الكاتب الصحفي محمد لشهب أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة أبدأ معك أستاذ محمد لشهب هذا مؤتمر روتيني مؤتمر عادي ستعقده جبهة البوليساريو غدا وهذا من حقها لماذا كل هذا اللغط وهذا الانزعاج من طرف المغرب أعتقد أنه من حق جبهة البوليساريو أن تعقد مؤتمرها ولو فوق المرخ ولكن ليس من حقها وفق الاتفاقات التي أبرمتها مع المغرب حول وقف إطلاق النار أن تنزع إلى انتهاك وقف إطلاق النار في منطقة أقرة الأمم المتحدة وكافة الاتفاقات ذات الصرا أنها معزولة وأنه يحضر فيها أي نشاط مدني أو عسكري على أي من الأطراف لكن في رأيي ليس هذا هو الأهم في هذه المرحلة الأهم أن التصريحات التي صدرت عن جبهة البوليساريو حول التلويح بالعودة إلى حمل السلاح سنتطرق إلى ذلك في المحور الثاني من هذه الحلقة لكن دعنا في مسألة انعقاد المؤتمر والجدل الذي أثاره هو أطرح الهواجس المغربية على السفير